وصحبه يوسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصومة ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا منا شقيًا ولا محرومة اللهم احرم وجوه الحاضريين ووالديهم عن النار واسكننا معهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار حياكم الله وأي والحبة في مجلسٍ من مجالس العلم وحلقةٍ من حلق الذكر التي أسأل الله عز وجل أن تأخشانا فيها الرحمة وتحفُّنا فيها الملائكة ويذكرون الله عز وجل الكريم العظيم في من عنده بسمكم جميعًا أي والأحبة أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعي المعروف ويسر مكتب الراكة التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الراكة أن يستضيف فضيلته لإلقاء محاضرةٍ بعنوان وقفاتٍ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة فأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته حسنات وأن يُجزل له الأجر والمثوبة وأنا أدعكم مع الشيخ فليتفضل مشكورًا مأجورًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسًا نافعًا مباركًا وأن يكتبنا فيه من المقبولين عنده ومن المغفور لهم إنه غفور رحيم نحن الآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت وقت تتسارع فيه الأحداث وتكثر فيه الفتن وتضطرب فيه الأمور وتتشوش فيه النظرات ويصاب الكثيرون بأنواع من الغموب والحيرة والتساؤل عن المواقف الشرعية في الأحداث الجارية وهنا من المهم جدًا أيها الإخوة أن نرجع إلى الأصول لأن المسلم إذا أصابته أي حيرة أو رأى اختلافات فإن عليه أن يضبط الاتجاه والعودة للأصول مهمة جدًا والله سبحانه وتعالى جعل الوحي هو الذي من استمسك به لا يضل الكتاب والسنة وقد أعلى الله مكانة السنة وأوجب على العباد حبها واتباعها وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعلموها ودعوا إليها وكانوا أحق بها وأهله والسنة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة هذه عبارة عظيمة جدًا عليكم بسنة وخصوصًا عند اختلاط الأمور وخصوصًا عند وقوع الحيرة والاضطراب خصوصًا عند الغربة خصوصًا عند حدوث الملمات الناس في الملمات يفزعون إلى شيء يريدون أصلاً يستمسكون به يريدون طريق هداية يريدون نور لأن هذه الأحوال فيها غموض فيها ظلمات شبهات اضطرابات السنة عليكم بسنة سنة طريقة المتبعة التي سلكتها طبعاً هي في اللغة الطريقة الحسنة أو السيّة ولكن في الاصطلاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته هديه وكل ما أضيف إلي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو هم بفعل نعم السنة تطلق أحيانًا على المستحب ما يقابل الواجب أو الفرض والسنة تطلق فيما يقابل البدعة فيقال هذه سنة وهذه بدعة ضدها وعكسها السنة هي العمل بالوحي سواء القرآن والحديث هذه السنة يقال أهل السنة أهل القرآن والحديث أهل الوحي والسنة التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفائه من الاعتقادات والأعمال والأقوال السنة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها للناس للمسلمين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده لأنهم يستنون بسنته ويأخذون من هديه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة المتبع للسنة في غمرة الأهواء والبدع اليوم في بعض الأماكن والبلدان يحس أنه كالقابض على الجمر وكأن التمسك بها أشد من ضرب بالسيوف السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كسفينة نوح من ركبها نجأ ومن تخلى عنها غرق السنة من جاه من اعتصم بها نجاه الله نجاه الله في الحياة ونجاه الله عند الممات ثبت عند السؤال ثبت وعند نزع الروح لا يقبل الله عمل إلا بموافقة السنة ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وخمس كان عليهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ما هي لزوم الجماعة ما في شذوذ ومفارقات مع جماعة المسلمين جماعة أهل العلم المتمسكين بالوحي لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهد في سبيل الله عز وجل وقفات مع حديث عظيم من الأحاديث المتعلقة بالسنة يبين لنا فضل إحياء هذه السنة فضل التطبيق العملي لهذه السنة فضل إشاعة هذه السنة والعودة إليها وحياء من دثر منها ونشر بين الناس المنذبر الجرير رحمه الله يرويها عن أبيه رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار يعني أول النهار فجاءه قوم حفات عرات طبعا عراء يعني يغلب عليهم العري وإلا فقد ستروا عرات بما وجدوا فقوله فجاءه قوم حفات عرات مجتابي النمر مجتابي اجتاب من جابة يعني قطعة وثموذ الذين جابوا الصخرة قطعوا الصخرة فجاءه قوم حفات عرات مجتابي والنمار والنمار جمع نمرة والنمرة ثياب صوف فيها تنمير فالواحد منهم ليس عليه إلا ثوب واحد يعني قطعة قماش واحدة قد قطعه ليستر به عورته وربطه على رقبته من أعلى فصار أكثر الجسد مكشوفا وبالكاد ما عنده إلا ستر العورة وهؤلاء الذين جاءوا قال في الحديث متقلدي السيوف يعني استعداداً لما يؤمرون به من الجهاد في سبيل الله عامتهم من مضر القبيلة المعروفة بل كلهم من مضر يقول الراوي فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة يعني من الحاجة والفقر ولأن مضر من أشراف قبائل العرب فيصل بهم الحال إلى هذا ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما آل إلي حالهم وودَّ الآن أن يقوم من يجبر كسرهم ويكسبهم ويعطيهم ويسترهم وهذا من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الحال التي يصير إليها لما يرى مثل هذا المنظر قال الراوي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجه ثم أمر بلالاً فأذنه وأقام فصله يعني إحدى الصلوات المكتوبة بدليل الأذان والإقامة المذكورة في الحديث والأظهر أن هذه صلاة الظور أو الجمعة كما قال الشراح لماذا؟ من وين أخذوها؟ من قوله في صدر النهار في صدر النهار طيب ثم خطبه وهذا فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة والقاء الخطبة عليهم لحثهم لأمرهم لتذكيرهم لتحذيرهم فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون بيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة هذه الآية لها علاقة بما يريد أن يتكلم به فالإمام النهوي رحمه الله في شرح الحديث قال إن سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة وتذكير المسلمين أنهم إخوة لأنه قال يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء فهؤلاء إخوانكم من النفس الواحدة خلقكم الله وإياهم منها فأنتم إخوة ثم قرأ الآية التي في الحشر وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهذا باعث للصدقة ولتنظر نفس ما قدمت لغد لأنها إذا أرادت أن تعد للغد ولما بعد الموت واليوم الحساب فإنها ستتشجع للصدقة لأن هذا إعداد لذلك اليوم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل من ديناره بعد الآياتين مباشرة تصدق رجل من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع تمره طبعاً بلفظ الفعل الماضي تصدق كان شيء الآن واقع واقع وأعدد عليهم يذكرهم بالأصناف أنه سواء من هذا أو من هذا أو من هذا هؤلاء بحاجة لأي شيء من هذه الأنواع تصدق رجل من درهمه فهم يحتاجون إلى دراهم من ثوبه فهم يحتاجون إلى ملابس من صاع بره من صاع تمره فهم يحتاجون إلى طعام فذكر أوجه الصدقة التي يحتاج الفقراء عادة نقود طعام لباس حتى قال ولو بشق تمره ما هي نتيجة هذا الكلام فجاء رجل إذا فيه واحد انبعث رجل رجل بأمة لأن هذا الرجل الذي انبعث تسبب عمله في اقتداء الكثيرين به فتح الباب ولم يفتح الباب بشيء يسير بل فتح الباب بشيء مشجع جدا لأنه صر عظيمة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت وهذه قالوا قالوا صر ربطا من الدراهم الدنانير قال ثم تتابع الناس هذا فتح الباب أشجع الخلق حتى رأيت كومين من طعام وثياب الكومين من مثنى كوم بفتح الكاف ويقال بضمها أيضا كوم كومين أو كومين من طعام وثياب والكوم أو الكوم العظيم من كل شيء إذن هذه صارت مثل التلة الآن حتى يعني تعاظمت حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فإذا أعجب شيء يظهر عليه مباشرة إذا كره شيء يظهر عليه مباشرة فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة فضة مكسوة بالذهب وهذه في اللمعان والإشراق في غاية الحسني فشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجه أجمل منها أما سببا وسرور النبي عليه الصلاة والسلام فهو أمور أولا سروره من مبادرتهم أنهم سارعوا للتنفيذ والعمل ثانيا أنهم جاءوا بشيء كثير ثالثا قضيت حاجة القوم وتحقق الغرض رابعا ظهرت الأخوة الإسلامية ظهرت المسارعة في البر والتقوى أبواب الخير وفي حسنات الآن عملت ولذلك تهلل وجهه والطبيعي المعلم والداعية إذا رأى تفاعل الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم في رواية بن حبان من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من يعمل بها من بعده ومن سنة سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده طيب سنة سنة من سنة ما معنى سنة ابتدأ عملاً فيقال هو الذي سنه من سنة ابتدأ عملاً لكن هذا أي عمل لا بد أن يكون حسناً وهل هو مستحسن يعني كل واحد يخترع أو يبتدع أو لا بد أن يكون هذا السن العمل هذا ابتداء العمل هذا في أمر معين له حدود الضوابط ولذلك قال من سنة في الإسلام ولذلك لو واحد قال يا أخي إيش فيها أي شيء مثلاً اليوم إيش اليوم الاثنين اثنى عشر ربيع الأول يحتفل بعض الناس في طول العالم وعرضه في قضية المولد النبوي ويقول تقول له هل عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم هل عمل بها أصحابه من عمل بها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعطينا يعني أعمال هذا اليوم يعني أعطينا أعمال هذا الاحتفال ماذا فعل عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول يعني كيف كان احتفاله هل هو اجتمع الصحابة مثلا يعني او التابعون هل اجتمعوا سووا ذكر جماعي سووا دعاء جماعي سووا نشيد جماعي سووا اكل جماعي ماذا فعلوا في هذا اليوم الثاني الثاني عشر مربي يعلم فسيحتار طبعا لا بد يلف ويدور ماذا سيقول لان اجتمعوا وعملوا ما اجتمعوا وعملوا هات الدليل ما في دليل واي كتب من كتب السنة الصحابة ما فيه السلف ما فيه الايما الاربعة ما فيه خلص دور عطينا شي فيه احتفال حصل اي احتفال زينة اظهار توسعة في الطعام والشراب يعني اي احتفال انوار اضاءات قراءة قصائد جماعي فيه شي عطونا طبعا سيذهبون ويجيبون ما فيه فيقولون من سن في الاسلام سنة حسنة قرص نقول قوله شوف هو اصلا الشرع منضبط واصلا النصوص فيها ما يرد على اي واحد يستدل بها استدلالات باطلة فيقال من سن في الاسلام وما فتح لكم تسنوا على كيف من سن في الاسلام ما هو غا خارج الاسلام فاعطونا وين في الاسلام هذا طيب السنة الحسنة ان يبتدئ الانسان شيئا لكن في الاسلام وليس خارج الاسلام مثل ايش يعني سنة مهجورة يعمل بها فيكون الابتداء في من حوله هو ابتدأها في من حوله في زمنه في مكانه في بلده في حيه في اقاربه في جماعة مسجده في مجموعته الالكترونية فهو ابتدأهم بها وهي من الاسلام وليست خارج الاسلام فهو احياها بعد ان كانت ميتة ذكرهم بها بعد ان كانت منسية عمل بها بعد ان كانت مهجورة هذا يعني سنة في الاسلام وليس معنى اخترع وابتدع طبعا في بدع يعني اصلية وفي بدع اضافية في بعض الناس ابتدعون عبادة كاملة ما انزل الله بها من سلطان في ناس يجيبوا عبادة مشروعة مثل الصلاة ولكن يقيدوها بزمان او مكان او عدد او صفة او حال لم يلد بها الشرع فتصبح بدعة لا في اصلها ولكن في الاضافات التي اضيفت عليها والاشياء التي احتفت بها مثال قريب نهاية العام الميلادي وبداية العام الميلادي الجديد بالنسبة نحن المسلمين هل يعني لنا اي شيء هل يعني لنا مثلا اي بداية عبادة مثلا نطلع زكاتنا على السنة الميلادية نحج على السنة الميلادية نصوم مع السنة الميلادية هل عندنا اي علاج هل يعني لنا المسنع المسلمين اي شيء في ديننا الجواب كلا هذا هذه سنة الكفار التي يحتفل فيها النصارى بمرور كهذا سنة على ميلاد ابن الله بزعمهم تعالوا الله عن قولهم علوهم كبير طيب جاء بعض الناس قال والله ما دام شوف البدع وين تبدأ تبدأ بالاستحسان يعني هو يرى فيقول بدل ما النصارى الآن في لهوهم ولعبهم ورقصهم وهو خمرهم وسكرهم أنا أرى وجاء على باري ابتكرت وطرأ علي فكرة أرىها حسنة بدل ما هؤلاء في لهوية ملعبهم وفسطهم وفجورهم أرى أن أقوم ساعة 12 إلا خمس دقائق وأصلي ركعتين لله وهو في قمة الاحتفال عند الكفار وساعة 12 أصلي خمسة أخرى فيصيل أنا صليت في آخر العام الميلادي ركعتين وأول العام الذي بعده ركعتين فختمتها بركعتين وبدأت هذه بركعتين في قمة الفجور الذي يقوم به القوم إنها فكرة عظيمة يا أيها الناس يا أصحابي يا مجموعات الواتس آب يا أيها المغردون يا معشر الفيسبوكيون هلموا إلى هذه الفكرة إنها فكرة عظيمة وأنا أسن سنة حسنة لكم فقوموا وصلوا لا وهكذا طبعا ولذلك ليش الشافئ رحمه الله لما قال عبارة من استحسن فقد شرع شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لأن البدع تنطلق من استحسانات كيف يشوف رأيك كذا يعني بيجي واحد يقول مثلا نحن اليوم الثنين اليوم الثنى عشر بيها رقون ليش ما نحتفل بالمولد ونقرأ السيرة النبوية ونسوي نشيد وقصائد وأشياء ونجيب أطفالنا ونقلي يعني في تذكير ونخصص بهذا اليوم هذه الحفلة أو هذه الجمعة أو هذه البدع عادة تنطلق من استحسانات يستحسنها بعض الناس لكن خارج الإسلام خارج الدين من أحدث في أمرنا ما ليس منه كلمة ما ليس منه مهمة جدا ما ليس منه مهمة جدا فهو اختراع ينسبه للشرع يقول أنا أقصد به التقرب إلى الله هذا ما هو اختراع في مثلا آلة خبز جديدة آلة تنظيف جديدة فكرة حفظ الكتب فكرة في استغلال الأماكن الصغيرة في الأفاث فكرة في تقنية في برمجة فكرة في الطب في الهندسة لا لا هذه في الدين وهنا الخطورة ولا الشرع فتح للناس المجال للاختراع والابتكار في عالم الطب والهندسة والزراعة وعلوم والأرض والإنشاءات والبناء اعملوا اعملوا ما شئتم فيها خلاص لكن في أمور الدين الدين محمي ما يجوز أن تأتي بشيء من خارجه وتلصقه به من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه فكما قلنا قد تكون بضعة أصلية اختراع يعني كامل قد تكون بضعة إضافية تقييد بشيء لم يرد في الشر فإذا من سن في الإسلام كلمة في الإسلام هذه مهمة جدا وكيف يعني واحد يبتدئ شيء في الإسلام يعني يحيي يكون منسي مهجور متروك مجهول وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا أن السنة الحسنة تشمل كل طريق من طرق الخير والسنة السيئة تشمل كل طريق من طرق الشر التي تبتكر طيب لو واحد قال إذا نظرنا للعبادة سنجد أنها تطلق باعتبارين العبادة بمعنى الخاص التي هي العبادات المحضن اللي ما للعقل فيها مدخل بمعنى أنه مثلا يعني يبتكر فيها يخترع فيها يزيد عليها هي محددة مثل إيش مثلا ركعات الصلوات ما يمكن الزيادة ولا النقص فيها مثلا أنصبة الزكاة أنصبة عدد أيام الصيام الصيام من الفجر إلى المغرب مثلا الآن الطواف سبعة أعمال الحج هذه ركعة الصلاة كيف تبدأ ثم 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 وكيف تنتهي الصلاة هذه العبادة بالمعنى الخاص لا يمكن لا يمكن الابتكار فيها ولا الزياء ولا التغيير ولا التطوير في عبادة بمعنى عام ما هو المعنى العام يعني مثلا لما يقول علماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من أعمال البر والخير مثل أي شيء زيارة المرضى كفالة الأيتام عياذة الجنائز الصدقات التعليم الدعوة إلى آخر أين يجوز الابتكار في هذه الأشياء وسيلة تعليم جديدة وسيلة دعوة جديدة الدعوة بالشبكة العنكبوتية التعليم عن بعد مثلا طريقة في صلة الرحم مجموعة واتس آب لصلة الرحم الآن يا إخوان هل هذا اختراع في العبادة الخاصة عدد الركعات عدد الأشواط الطواف لا هل هو اختراع في أذكار الصلاة لا هذه محددة لكن هذه اختراع في العبادة بمعناها العام في الأشياء التي يحبها الله في وسيلة من الوسائل التي تحقق هذا المطلب الشرعي الذي يحبه الله هذه اش رأيكم فيها مجموعة واتس آب في صلة الرحم شرح كتاب عن بعد من كتب العلم مثلا هذا سن سنة حسنة تحقق صلة الرحم وسن سنة حسنة تحقق نشر العلم وسن سنة حسنة توصل الدعوة للبعيد إذن يدخل في الحديث ويكون هذا معنى مهم جدا في الحديث فالحديث إذن يشمل من سن سنة حسنة أحياها بعد أن كانت ميتة وعلمها بعد أن كانت مجهولة وذكر بها بعد أن كان منسية ويشمل ابتكار الوسائل التي تحقق المقاصد الشرعية في المعنى العام للعبادة وبالتالي أول واحد سوى موقع إنترنت إسلامي أول واحد سوى جوال مثلا رسائل جوال إسلامي أول واحد سوى مثلا أكاديمية للتعليم عن بعد شرعية أول واحد أول واحد وهكذا أول واحد سوى تطبيق من تطبيقات الجوال تطبيق شرعي بعالم تطبيقات الجوال أول واحد نشر شيء على السحابة الإلكترونية فانطلقوا وراءه إلى السحابة الإلكترونية ينشرون فيها هذه داخل في الحديث إيجابا وأن من سنى في الإسلام لأنه ما خرج عن الإسلام المحتوى إسلامي المحتوى داخل هذه الوسائط والوسائل إسلامي شرعي موافق للسنة مثلا أذكار بعد الصلاة حطيناها في رسائل الجوال وحطيناها على موقع الشبكة وحطيناها في نشرناها في الواتس آب ونشرناها في تطبيقات ونشرناها المحتوى موافق الكتاب والسنة تماما ما هو الإبتكار ما هو السن من سنه ما هو السن هنا سن الوسيلة سن الوسائط التي تعبأ فيها هذه المحتويات الشرعية من الكتاب والسنة وكلام العلماء المأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الدعاة المأخوذ من الكتاب والسنة إذن من سن هنا يدخل فيها هذا فالسنة الحسنة إذن على نوعين أن تكون مشروعة نسيت ترك العمل بها ثم جددها هذا المسلم أو هذه المسلمة مثل قيام التراويح بإمام من هو المجدد لهذه السنة عمر رضي الله عنه لماذا ما فعل أبو بكر لإنشغالي بحرب المرتدين وكان الناس راهي يعني طبعا في عهد عمر عهد طويل صار فيه فتوحات ثم استقرت الأمور بعد الفتوحات يعني استقرت الأمور فالتفت عمر وشوف الناس يصلون في المسجد أوزاعا فجمعهم على إمام كما كان الأمر في عاد النبي عليه الصلاة والسلام تركه خشد أن يفرض على الناس أبو بكر بعده كان مشغولا خلافة قصيرة عمر رضي الله عنه أحيى تلك السنة وجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح النوع الثاني أن يبادر المسلم إلى فعل ما جاء به الشرع بوسيلة مثل هذا مثلا جاب صرة كبيرة لو واحد مثلا فرضنا ابتكر طريقة لجمع الملابس المستعملة وتوزيع على الفقراء فمثلا أقام مثلا فرضنا مشروع مغسلة وتعبئة وتغليف وقال يالناس اللي عندهم ملابس مستعملة يجيبها وصار يغسلها واللي يبغاله تخيط زر مقطوع خيطه واللي مشقوق سواه وبعلي قسم التعبئة والتغليف وعلى فقراء الشام مثلا هذه الفكرة على سبيل المثال ما هي سنة سنة حسنة هذه السنة الحسنة مكنت من إيصال الملابس هذه إلى أولئك المحتاجين فإذا كلاهما يدخل وكلاهما سن حسن ولنعلم أيها الإخوة يعني لو واحد قال أيهما أعظم من ناحية المبدأ إعادة تعريف الناس بالسنن أعظم لأن هذا من أصل الدين هذه وسائل فيها أجر طبعا لأنها تنشر تنتشر لكن تذكير الناس بالسنن المنسية في الصلوات في العبادات تذكير وما هو مقصود فقط السنن يعني المستحبات لأنها قد تكون أشياء واجبة افرض واحد أحيا إعفاء اللحية في قوم ما كان عندهم مثلا افرض فالسنن مثلا صلاة الجماعة فرأى أنه في ناس ما كان عندهم ما في حيهم أو مدينتهم فرأى مثلا بنى مسجدا وصار الناس يأتون لصلاة الجماعة أحيا صلاة الجماعة طبعا إحياء هذه الشعائر والعبادات هذا أعظم في الأجر أعظم في الأجر لو واحد ابتكر وسيلة يحج بها الناس بسهولة يعني يأتون يصلون يصلون بسهولة ينتقلون بين المشاعر بسهولة طبعا هذه تدخل في ضمن الوسائل لكن التعريف بالشيء المنسي من الدين أعظم لأنه في مناطق في العالم في كثير من الأشياء في الدين مجهولة منسية قالوا جاء داعية إلى مدينة إلى معني مكان في أفريقيا فوجد ناس يعبدون صنما يعني في وقت حاجتهم للمطر يعملون طقوس معينة وبعد البحث والسؤال والتنقيب وجد أن هذا الصنم هو كان يعني مثل جاء داعي جاء مسلم من زمان قبل ثلاثمائة سنة إلى هذه القرية أو إلى هذا المكان وبدأ يدعو من الإسلام وصلاة الاستسقاء وكان يجعل مثلا العصا يصلي خلفها سترة مثلا ثم ذهب وانقطعت أخباره فمع توالي السنين تحولت العصا هذه إلى صنم يعبد عند رغبتهم في المطر فلو الآن واحد يجي إذا جاء فأزال هذا الشرك وأعادهم إلى صلاة الاستسقاء الشرعية هذا إذا أحيا سنة عظيمة نقلتهم من الشرك إلى التوحيد وأعادتهم إلى صلاة الاستسقاء الصحيحة بدلا من هذا الشرك الذي صار عندهم مع طال عليهم الأمد ونسي وجهل وأجيال خرص صاروا فيه شرك فمن أعظم الأعمال عند الله إعادة الناس إلى التوحيد وإزالة الشرك إحياء التوحيد إحياء السنة في مقابل البدع وإماتة البدع من أعظم الأعمال عند الله طيب الآن إحياء هذه الأشياء أحيانا يحتاج إلى إظهار لتتحرك النفوس الآن هذا الصحابي ما كتن الصدقة جاء بسرة كادت كف تعجز عنها بل قد عجزت فأظهر ذلك فما حكم الإظهار الجواب من صحت نيته فالإظهار أفضل لأجل الإحياء فإذا كان فيه شيء منسي مغفول عنه باب مغلق فجاء واحد وأظهر عملا ونيته لله ما هو شيء شخصي ولا أن يذكر بين الناس ويقال فلان فعل فلان جدد فلان أحيى فلان هو نية لله فقط لكي يعرف الناس ويفتح الباب يفتح الباب لهم فإن هذا الإظهار محمود طيب من سنى في الإسلام سنة سيئة فابتدع في العبادات زاد ونقص وغير وبدل في الطريقة في العدد في الكيفية في المكان في الزمان في السبب فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فنلاحظ أن كلمة سنة ما وردت في الحديث بمعنى واحد وردت بالمعنين سنة حسنة وسنة سيئة إذن المدح والذنب حسب النوع وقد وصفت السنة بكلمتين متناقضتين الحسنة والسيئة متضادتين متعاكستين ليبين الشارع أثر هذه وأثر هذه وكذلك فإننا نجد بأن هذا الحديث العظيم يستذل به بعض أهل البدع على بدعهم فنقول لهم هذا الحديث قيل في أي شيء ما هو العمل الذي قيل فيه هذا الحديث ما هو صدقة صدقة مشروعة ولا لا فكيف تستدل بالحديث على بدعة اخترعت لأن الحديث هو قيل فيه إيش في شيء مشروع في شيء من الدين صدقة واحد جاب صدقة فقال من سنة في الإسلام سنة حسنة فتح الباب طيب إذن القصة التي في الحديث مهمة جداً في الرد على أهل البدع الذين يحتجون بهذا الحديث باستدلال منحرف وهذه مهم جداً يا أخوان فهم قضية طريقة الاستدلال لأن أهل الباطل يحتاج الواحد يرد عليهم ولازم خصوصاً الآن النقاشات ما عادت المسألة الآن أنه يعني حتى تلقى واحد مثلاً عنده بدعة تلقى أحياناً مثلاً في حج ولا في يعني ظروف معينة خاصة لا أنت الآن تلقاهم يومياً على القنوات على الشبكات على الجوالات في الجوة خلاص أنت الآن الانفتاح الذي حصل هذا الاتصالي الذي حصل خلاص أنت واحد يمكن يومياً مع ملحد مع صاحب شبهة مع صاحب بدعة مع صاحب معصية خلاص صار الآن الناس يعيشون مع بعض بعجريهم وبجريهم وحسناتهم وزياتهم وبالتاني صار مسألة التأصيل الشرعي وفهم الأصول وكيف نرد وكيف نبدأ هذه صارت في غاية الأهمية طيب الأجور التي تحصل للإنسان في متابعة الناس له في الخير هذه إذا حسنت النية عظيمة وعظيمة جداً وهذه من صدقات الله علينا فهو ما قال قال فقط اللي عملتموه فقط تؤجرون عليه لا بل تؤجرون على عمل غيركم إذا استنى بكم في الخير إذا علمتموه إذا كنتم قدوةً له إذا كنتم تذكرونه فأجركم يا أيها العباد متواصل لقد أعطاكم الله أبواباً كثيرة للأجر وأعطاكم مقادير من الحسنات هائلة جداً وهذا من رحمته كرمه وإلا كان ممكن يقول خرص أنت ما عملتاً ما لك شيء عليها هذا عمل غيرك أنت ما تؤجر لكن لا فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها من بعده هل البعدية يشترط أن تكون موت يعني هل من عمل بها من بعده يعني لازم يموت حتى يبدأ الأجر يعني أنه يؤجر علي ما هي البعدية بعد العمل بعد الابتداء فيه بعد الاقتداء فيه ولذلك البعدية قد تكون زمانية وقد تكون في الدرجة من بعده فعمل بها من بعده عمل به الأدنى بالأعلى الذي بعده عمل بالذي قبل فإذن ما يشترط أن الواحد يعني من بعده يعني بعد ما يموت ممكن أنت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة لأولادك وإنت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة لطلابك وإنت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة للمأمومين خلفك وإنت حي تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة للموظفين في دائرتك تؤجر على كل ما تكون فيه قدوة في الخير للمشتركين في مجموعة الواتساب التي تقودها تؤجر على كل ما تكون فيه من عمل خير لمن فتحت لهم الباب أعنتهم أتيت بالفكرة ساعت وأعنت فيها طيب وهنا تجيين فائدة عظيمة جداً من الحديث وهي قضية أهمية القدوة لأن كلمة من عمل بها بعده كلام الشراح فيها يبين موضوع القدوة هذا فقالوا من كان مقتدًا به في العلم والديانة وحتى الجاه والمال والمنصب يدخل لأن صاحب الجاه في وراه من الخدم والحشم والتابعين والموظفين يعني هؤلاء كلهم امتبع له لو قال يلا نصلي قاموا كلهم للصلاة ولو لها عن الصلاة وجاملوه جلسوا معه وضع وقت الصلاة فعمل بها من بعده زمانًا أو من بعده درجة سواء درجة دينية مثل إمام ومأمومين وعالم ومتعلمين وداعية ومدعوين أو درجة دنيوية مثلًا غني ومعه مظفون أو عمال صاحب منصب ومعه أتباع فإذا كل واحد يقتدى به يتأكد عليه أن يأخذ بهذا الحديث لينال أجور كثيرة وحسنات ولو كان له ظهور إعلامي مثلاً أو كان كاتب مقالات في جريدة لأن هذا كاتب المقالات هو ممكن من خلال المقال يكون متبوعًا يدلهم على شيء يحيي فيهم شيئًا لأن الكاتب من الذي يتبعه من المن الذين من بعده القراء والمحاضر من الذين يتبعونه المستمعون وهكذا المعلم الطلاب والأب الأبناء والأبنات كبير العائلة شيخ القبيلة إذن كل من كان يتبعه ناس التبعية طبعًا الآن صارت في مواقع التواصل يقولون فولورز المتابعون هذه أصل كلمة في تسميتهم هم يقولون هذا مغرد وهؤلاء متابعون له وقد يكون المتابع متابعًا في معرف آخر فإذن كم يكون من الأجر لهؤلاء أصحاب المعرفات الذين يدلون الناس على الخير ليس على طريقة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولكن على طريقة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ولذلك ولذلك تعظم مكانة السنة والعبادات بمكانة الشخص الذي يأمر بها ويدل عليها ويعرف بها وكلما زاد منصبه بين الناس حتى دنيوياً كانت المسؤولية عليه أكبر وكانت الفرصة له أكبر أن يتابعه من معه في هذا لو كان أميرًا لو كان وزيرًا فإذن هذه فرصة كبيرة لأن الله جعلك في هذا المنصب أو في هذه المكانة إمام خطيب عالم داعية مدير جعلك في هذا المنصب في هذا المكان وتحتك ناس تحتك ناس خذ أي هرم إداري أي تشكيل إداري ستجد هذا التشكيل تحته واحد وتحته ناس ويختلفون بالعدد والمكانة والسلطة القوة الصلاحيات فإذن الحديث هذا مهم جداً لكل من كان تحته ناس عمل بها من بعده وهذه خطورة القدوة موقع القدوة وإنه إذا صار يسنسن حسنة كم يكون له وإذا كان يسنسن سيئة كم عليه من الوزر عمل بها من بعده فيه إشارة للاتصال والتوالي فيكون الأجر ثابتاً لمن كان لتأسيه علاقة متصلة بمن سن السن الأولى أما إن حصل انقطاع في سند البعدية فإن من أتى بالسن الحسنة أو السيئة بعده بفترة منفصلة لا يكون داخلاً في حساب الأول بمعنى لو واحد سن سنة حسنة أو سيئة فتبعه مثلاً مدة ثمانين سنة أشخاص ثم انقطعت هذه جهلت ماتوا راحوا وبعد ميتين ثلاثمائة سنة فرضنا في واحد آخر أحياها تعلمها من الكتب أو من العلماء أو أحياها صار عندنا هنا انقطاع فلا يكون هذا في ميزان الأول مع أن هذا وهذا كلهم في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام أو الراوي أبو هريرا بن عباس بن عمر بن عمر زيد أنس عائشة والآن الأشياء التي يعني الإسلام هذا من سنة في الإسلام هذا من وين جانا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كل السنن الحسنة العامل ومن تبعهم وكلهم في ميزانه وكذلك الرواة ومن بعده والعلماء دين من وين جاء يعني من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين الذين نقلوا عنهم فلذلك التسلسلات التي حصلت في الأمة من الأجيال الثلاثة الأولى جعلت الثلاثة الأولى أفضل شيء يعني من أسباب أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من أسباب الأفضلية هذا الحديث أن هؤلاء هم الذين نشروا الدين الفتوحات والتعليم من اللي نشره والإفتاءات واللي هو أصل كذا عمر بن مسعود بن عباس زيد غالب علم الصحابة جاء من الناس معينين بن عمر عائشة أنس فالشاهد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم هؤلاء الذين نشروا العلم هؤلاء الذين اتبعوا اتبعوا قلدهم من بعدهم وإلى قيام الساعة وأيضا نجد ما في هذا الحديث من الفضل العظيم في تأليف الكتب ونشر العلم لأنك أنت الآن ممكن في كلمة بعد الصلاة كإمام أو خطبة وأنت خطيب أو درس أنت محاضر أو محاضرة تنقل ويتعلمون ويعملون لكن الكتب تصل إلى ناس أنت ما سمعوا صوتك ولا حضروا معك حلقات إذاعية حلقات تلفزيونية الحلقات على الشبكات والتعليم عن بعد الآن فرصة عظيمة جدا خلق الله وسائل الاتصال خلق الله الإعلام الجديد خلق الله الإعلام التقليدي خلق الله هذا كله لما توضع فيه هذه الأشياء تلقى فيه هذه الأشياء لأجل الأجر في هذا الحديث وهذا يبين عظم شأن هذه الوسائل في كسب الأجر لكن طبعا يشترط فيها أن الناشر يكون صاحب علم المؤلف يكون صاحب علم الذي يحاضر يكون صاحب علم الذي يخرج في البرنامج يكون صاحب علم وما يشترط يكون عالم لكن يكون متقناً لما يقوله ويكتبه وينشره لو واحد مغرد كما يقولون في عالم التويتر هذا أو الفيسبوك هو ما يشترط أن يكون عالم حتى يعني يسن سنة حسنة ويأخذ الأجر لكن يشترط أن يفهم كلام العالم فهماً صحيحاً ثم ينقله أن يفهم الآية فهماً صحيحاً وينشر تفسيرها أن يفهم الحديث فهماً صحيحاً وينشر معناه أن يفهم الفتوى فهماً صحيحاً وينشر الفتوى حتى ما ينشر بدع لأنه في ناس تنشر بدع الآن أنشر تؤجر هم يأثمون إلى عشر من أصحابك والعشر إلى عشر والعشرات في ميزان السيئات لأنه ممكن تكون حديث موضوعة بدع وأنا ما عندي يعني ما يغلب على ظني بقوة أن هناك أقسام يعني عند أعدائنا تعد وتجهز الرسائل المبتدعة والخرافات والبدع وترويج المنكرات باسم الشرع والدين وتنشرها بالفن الجديد في التسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي وتسويق الأفكار تسويق الإعلامي هذا شيء يعني الآن هم فقط فتحوا هذه المواقع والقنوات عشان نحن فقط ندخل نستفيد منها في الدين لا هم ينشرون عبرها أيضا ولذلك لازم يكون فيه تأمين في النشر العكسي ولازم يكون فيه احتياط في النشر العكسي أنت تتنشر خير لكن ما يصلك أنت من منشورات الآخرين ما هو الموقف منه لأن عندنا قابلية إعادة الإرسال وقابلية إعادة التغريد الناس فيهم إمعية في كثير منهم وبسرعة وربما يظن أن هذا أيضا يؤجر فيسارع بإعادة التغريد ويسارع بإعادة النشر وأحيانا تيجي كذا البدعة وفيها لا تقف عندك تيجي البدعة أنشر لمن بعدك تيجي البدعة هم بل 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 المكر الإلكتروني أنه يستغل الأسماء اللي عندك والعناوين الموجودة في جوالك وجهازك لينشر عبرها البرمجيات الاحترافية المتقدمة تمكن هؤلاء أنهم يأخذوا كل المعلومات الموجودة عندك في جهازك وجوالك وينشرون إليها هذا مكر 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 كبار يعني فأنت أذنت ولا ما أذنت تم المسح تم التصوير تم النسخ تم أخذ نسخة تم أخذ نسخة من كل شيء في جوالك من كل شيء في جهازك تم أخذ نسخة وبالتالي يستطيعون أن يواصلوا ويراسلوا كل الناس الذين أنت جمعتهم في جهازك وهذه مسألة خطيرة فتكون أنت معبراً وأنت لا تدري ولذلك الوعي الإلكتروني الوعي الإعلامي الوعي الاتصالاتي هذا مهم حتى ما تكون أنت معبراً ربما في خاصية معينة فقط لو حطيت عليها صح منعت هذا الاختراق هذه مهمة حتى ما تكون أنت معبراً للشر وعن طريقك تنشر البدع والأشياء طيب من سن في الإسلام سنة حسنة هذا يأكد موضوع الحملات والمبادرات التي فيها مضامين شرعية مراجعة مدروسة محققة لأن هذه الحملات والمبادرات التي تطلق وطبعاً في ناس عندهم خبرة بالحملات والمبادرات وهذه من أبواب الشريعة من أبواب الدعوة العظيمة أنه إذا صار في حملات والمبادرات على أساس صحيح كيف الأجر سيكون بينما لو كانت الحملات والمبادرات في الشر والبدعة كيف سيكون الأمر طيب من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة إشارة إلى أن هناك قوتان قويتان تتصارعان في نشر الخير وفي نشر الشر وأن المسألة ما هي مجرد وجود ناس ينشرون خير لا انتبهوا هناك من ينشر سنة سيئة الحديث يحذرنا من نشر السنن السيئة المعسكر الآخر ووزر من عمل بها من بعده فيه تنبيه الأتباع يا جماعة لا تتابعوا في الباطل لا تتابعوا في المنكر لا تتابعوا في الشر لا تسوي رتويت لأي شيء ولا تسوي إعادة إرسال لأي شيء لأنك ستكون سبباً في أنت تأثم أو يزداد إثم غيرك الحديث هذا طبعاً فيه الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنة لمزاحمة الأباطيل والبدع والشر والمنكر الآن الذي انفتح على الناس انفتحت على الناس أبوابه من كل حذب وصوب الحديث هذا يبين لنا أن المتسبب في الفعل له مثل ثواب العامل سواء في الخير أو في الشر ويؤكد هذا المعنى حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه أو من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً رواه مسلم رواية أخرى عند من ماجا أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبعه فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئاً وأيما داع دعا إلى هدى فاتبعه فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئاً النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أبدع بي فاحملني ما عندي دابة محتاج فقال عليه الصلاة والسلام ما عندي فقال يا رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم معناها يا إخوان الأشخاص اللي عندهم اتصالات جيدة بالمجتمع الأشخاص اللي عندهم علاقات جيدة في المجتمع بالمجتمع الأشخاص اللي عندهم معلومات جيدة ممكن يكونوا باب عظيم للأجر ليه؟ لأنه يعرف من هو من اللي عنده أمكانية أن يطعم هذا أو يكسو هذا أو ينقل ويحمل هذا أو يوظف هذا أو يزوج هذا وبالتالي على هذا الحديث إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا يبين لنا أهمية ثروة المعلومات والاتصالات ومعرفة المجتمع لأنه من خلال هذه الثروة أنت يمكن أن تدل على خير كثير تجي مرأة إلى أخرى تقول والله أنا أخطب لبني أنا أخطب لبني ما عندك بنت تناسبه قالت والله ما عندي كلهم في الابتداء لكن أنا أدلك فلانا هذه المعلومات تجي كيف يكون واحد صلة الرحم عنده عالية علاقاته بالجيران عالية علاقاته الأخوية عالية هذه معلومات من فين تعرفها إلا إذا عندك تواصل جيد ولذلك صلة الرحم والحسن الجوار والأخوة في الله والزيارة في الله والعلاقات الحسنة هي كنز لأنه هي مجلبة مجلبة لأبواب تفتح لك أبواب خير أنك تدل الناس على هذا تعرف يا أخي من يفرش لنا المسجد والله الفرش في المسجد صار بالي طيب من وين نجيب سماعات طيب وإذا جينا من يصمم لنا من يصمم لنا مكتب الهندسي دلونا على مكتب الهندسي دلونا على مقاول دلونا على تاجر مواد بناء وحديد وخشب دلونا على إضاء دلونا على فرش وهكذا هذه لا يستهان بها يا أخوان أحياناً واحد يوقفك في الشارع وما تعرف كذا هذه فيها مجال احتساب كبير والأئمة في الناس يعني لأنهم مقصودون الناس تجيهم تصل عليهم تصل عليهم وكذلك أئمة المساجد يسألون عن أشياء ما تعرف لنا فقد يدل على خير عظيم كما أن هلالك ناس يدلون على شر ناضي في ناس يدلون على الزنا والفواحش والعياذ بالله وفي ناس يدلون على المخدرات ومصادر الخمور والعياذ بالله وفي ناس يدلون على الراشين والمرتشين يكون واسطة الرائش هذا واسطة بين الراشي والمرتشي وهكذا في الآن أعمال محرمة في الواقع وفي ناس دل هناك دلالون عليها شفت الدلال العقاري اللي يدلك على العقار في شقة في أرض في بيت في يوجد دلالون على الشر ويأخذون مقابل والعياذ بالله أيضا هذا الحديث بواب عليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب في من سن سنة حسنة أو سيئة وماذا ذكر في هذا الباب قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ها إماما يعني يأتمون بنا اجعلنا للمتقين إماما فكيف ستكون منزلتهم وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ما هو يهدون بالبدع ولا بالباطل ولا بالمنكر يهدون بأمرنا يهدون بهذه السنة بهذا القرآن يهدون بأمرنا ثم ذكر الإمام النووي الحديث في هذا الباب ولذلك كان أعظم مفاتيح الخير بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون الأربع لأنهم ساسوا المسلمين ساسوا المسلمين وكانوا يهدون بأمر الله فعلا كانوا يهدون بأمر الله ولذلك قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين طبعا نحن يعني يعظم في أنفسنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ضوء هذا الحديث كما قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور جميعهم لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام نرجو الله يقول الشنقيطي رحمه الله ختم كلامه نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى أسلام طبعا كما قلنا الصحابة والقرون الثلاثة الأولى ولذلك ابن علان صاحب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية يقول وعلم من الحديث هذا أن له صلى الله عليه وسلم من مضاعفة الثواب بحسب مضاعفة أعمال أمته ما لا يحيط به عقل ولا يحد حد وذلك أن له مثل ثواب أصحابه بالنسبة لما عملوه وما دلوا عليه من بعدهم المضاعف لهم ثواب إلى يوم القيامة وهكذا في كل مرتبة من مراتب المبلغين عنه إنقضاء الأمة إلى نهايتها ومنه يُعلم عظيم فضل كل أهل مرتبة المتضاعف المتعدد بتعدد من بعدهم فتأمله لتعلم فضل السلف على الخلف والمتقدمين على المتأخرين دليل الفالحين طبعاً العلماء والدعاة والمصلحون أثرهم على الناس عظيم إذا ابتغوا وجه الله ودلوا الناس على الخير فترى الواحد منهم يحقق الحديث أياماً حتى يخرجه لك أنت فتعرف صحته أو ضعفه وتستفيد منه لقد ساروا الشهور فقط لبحث أحوال الرواة ليقدم لك الحديث بحاله صحيح حسن ضعيف موضوع لا أصلانه باطل كل ذلك ولذلك هؤلاء أجرهم أجرهم يعني عند الله بمكان وطبعاً حديث يقطع عمل المرء بعد إلا من ثلاث علم علمه فعمل به بعده علم علمه أيضاً فعمل به بعده وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها وولد صالح يدعو له وعلى قدر فضل معلم الخير شوف أولاً الذين سبحان الله يقلئون القرآن يقلئون القرآن ويأخذ كل واحد بالسند عن الذي قبله يأخذ عن السند عن الذي قبله كم واحد خرج زر بن حبيش كم واحد خرج عاصم كم واحد خرج نافع كم واحد خرج فلان فلان من هؤلاء أصحاب القراءات وتسلسلة القراءات من بعد وهؤلاء المقرؤون يقرؤون إلى يوم القيامة وفي المقابل طبعاً ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ولا يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ورؤساء الضلال وقادته تحمل وزرين وزر ضلال أنفسهم ووزر ضلال غيرهم فإذا قال واحد الله يقول ولا تزل وازرة الوزر أخرى نقول إيه السيئة لماله دخل فيها ما يتحملها بس لله دخل فيها حتى لهوية من عمل غيره سيتحملها قد تكون السنة يا إخواني فكرة أنت ما عملت بها أنت ما عندك قدرة تعملها لكنك نشرت الفكرة فعمل بها غيرك قد يكون اختراع أحياناً مفيد بس ما عندك قدرة على تسويقه فسوقه غيرك ولذلك نشر الفكرة ممكن يكون هو السنة الحسنة يعني هو أولها فمن صنعها وسوقها أو نشرها الآن فكرة صحيح البخاري من وين جات؟ هذه الفكرة العظيمة لأعظم كتاب بعد القرآن في أمة الإسلام وما قال البخاري كنا جلوساً عند إسحاق بالراهوية فقال يعني لو عملتم لنا كتاباً فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في سننه وأيامه وأحواله وغزواته هو اقتراح قال فوقع كلامه في نفسي وانطلق البخاري يشتغل كذا سنة ليخرج الصحيح بناء على فكرة من شيخ إسحاق إذن قد تكون فكرة لكن ما أعظمها من فكرة ولذلك يا أخوان بعضنا نقول سرقوا فكرتي أخذوا فكرتي نقول لا لا تبتأس إيش؟ إفرح أفرح بعدين إذا أنت تريد وجه الله ما يضر طلعت بإسمك ولا أسم غيرك خلاص سرقوا أفكار ما ألحق أحد شيء إلا يأخذوه نقول ما عليش هذا بالعكس أنت الآن يعني يمكن لما يعمل بها منسوبة إلى غيرك يصير أجرك أكثر لأنك من الأخفياء الله يحب العبد التقي الخفي لاحظنا أن الشريعة تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر هذا واضح من الحديث نشر المقاطع يا جماعة اليوم وإعادة نشر النصوص هذا النفع المتعدي هذا الأجر العظيم والمسألة الآن يعني فهل حديث هذا على ضوء على ضوء الإعلام الجديد اللي فيه سهولة نشر سهولة نشر سهولة نشر هذا مهم جدا علو واحد قال يعني الآن في ضوء عصر الاتصال الأعلام الحديث هذا إيش نحن لازم يعني إيش التوجيهات نقول هذا الحديث لأن من تأمل أبعاده وربط بالواقع فيما صنعه الإعلام التقليدي والإعلام الجديد وهذه الأشياء التي خلقها الله في هذا الزمان يعني الشغل على الشاشات الثلاث كما يقولون أو الشاشات الأربعة شاشات أجهزة الحاسوب هذه واللوحية والكفية وأجهزة تلفزيون القنوات وأجهزة الجوالات شاشات الجوالات شاشات الجوالات وشاشات تلفزيونات وشاشات اللوحات الكفية وشاشات الحواسيب الشغل على الشاشات الآن الشغل عظيم شغل عظيم لمن صح علمه وصحة نيته طبعاً وأحسن الأسلوب وثابر وثابر ولابد أن نحذر من كسر الحواجز النفسية أمام المعصية أو فتح أبواب معصية ويحكى وإن تفتحه تلجوه ولذلك تأمل أحياناً تطلع فكرة كذا أول قائدة طائرة أول رائدة فضاء أول مدريكة وبعين يطلع في الأخير فيها وزر وزر من عمل بها وزر اللي جاء بعدها واللي بعدها واللي تشبه بها لأنه كله فتح أبواب تبرج فسق اختلاط حرام حرمات فما هو كلمة أول من فعل كذا على الحديث هذا من سن سنة سيئة هذه أولية مصيبة لأنه أول من فعلت كذا وأول من فعلت كذا وأول من فعلت كذا ممكن هذه تكون كلها في ميزان سيئاتها يوم القيامة لأنه هي أول والإعلام أحياناً يروج للأولية هذه وهي في الحقيقة أولية تؤدي إلى جهنم فبعض الناس يعتقدون أن دخل التاريخ دخل التاريخ دخل التاريخ هو أصلاً كلهم عايشين في التاريخ وإننا نحن نكتب ما قدموا وأثارهم يعني وين رح يروحهم الله خلق التاريخ والبشر ولذلك كله مصطور وكله مكتوب كله مكتوب وفي ناس الآن يذكرون باللعنات يعني فرعون كان له شأن عظيم دخل التاريخ كما يقولون على تعريفهم فرعون دخل التاريخ أبو جهل دخل التاريخ الجهن بن صفوان دخل التاريخ دخلوا التاريخ لكن دخلوا من أي باب هذا هدى شعراوي دخلت التاريخ صفية زغلول دخلت التاريخ بس دخلوا من أي باب طلب الشهرة طبعاً هنا في هذا الموضوع شيء خطير وقد يكون الإنسان يعني مريداً أو داخلاً للشهرة حتى ينسب إليه الشيء الفلاني ويطلع بإسمه الشيء الفلاني وهذا كل حابط لأنه لا يكون له عند الله شيء كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه إيش؟ صلداً ما يمكن يزرع ولا ينبت في شيء قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا كيف لا يقدرون على شيء مما كسبوا؟ لأنهم أحبطوا أعمالهم بالرياء أحبطوا حسناتهم بالمن والأذى والتسميع فراحت مخرس لا يوم قياماً ما لهم شيء أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات يعني مو بس نخيل وأعناب وكل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء صار محتاج للبستان من أجله شيبته من أجل أولاده وفجأة أصاب إعصار فيه نار فاحترقت هذا حاله يوم القيامة إذا جاء طلاب الشهرة يوم القيامة إذا جاء المراؤون يوم القيامة وفقط أنا نشرت وأنا تكلمت لتطلع بإسمي وينتشر إسمي فيقال لهم خذوا من عند الذين كنتم تراؤون لهم عند الله ما لكم شيء فجعلناه هباء منذورة كسراب بقيعة طبعا الحديث علمنا درس عظيم في قضية التأسي والتقليد في الخير والحذر من التأسي والتقليد في الشر وكذلك علمنا الحديث السبق والمسارة على الخير حتى يأتم بك أكبر عدد ممكن من بعدك والحديث علمنا أن طرق الخير وكسب الأجر ليست منحصرة بناء على هذا الحديث علمنا أهمية إبقاء الآثار الصالحة من بعدنا وأنك كيف تسوي لنفسك بعد الموت وفي المستقبل واجعل لي لسان صدق في الآخرين الحديث بيّن لنا ساعة رحمة الله وأن فضل الله عظيم الحديث يعطينا درس في التحفيز كيف الشرع يدفع الناس لفتح أبواب الخير وكل ما فتحت أبواب زيادة كل ما صلح المجتمع أكثر وقوي المسلمون أكثر هذا الحديث الذي يراعي حال المسلم وزرع الخير فيه وتوجيه الأولاد هذا الحديث الذي يدلك على أن وسائل النشر من الكتب وغيرها لابد من العناية التامة أن تكون واحد صاحب مكتبة والله أنا أتألم أحيانا واحد مثلا تروح تشوف واحد صاحب مكتبة عالمية يعني تنشر كتب عالمية تروح تشوف الكتب اللي عنده أحيانا تجد فيه روايات شركية روايات تنشر البدع روايات تنشر السحر وهو يبيع رفوف المكتبات مليئة بكن بماذا هل يفهم حديث من سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمله وأن كل القراء الذين يشترون من مكتبته ورقيا أو أمازونيا كلهم ممكن يسيروا في ميزان سيئاته يوم القيامة لأنه ماذا ينشر رواية يعني في العشق علاقة المحرم بين الجنسين سحر شعوذا كفر إلحاد تباع هذا عليه هذا الحديث يبين لنا أهمية كتم البدع وأنه نسي الناس البدع وأنه ما ننشرها ولا نجي ناحيتها وبعض الناس أحيانا ممكن ينحس النية ممكن ينشر بدع وينشر يقولوا انتبهوا من هذا المنكر ويعطيك كل المعلومات طيب انت ايش سويت انت دل ما في ناس نفوسهم ضعيفة سيقرؤون الكلام طيب ماذا حدث هذا مثل ما يقول واحد إياك أن تفتح هذا الرابط فإن فيه شر عظيم الحديث هذا يا أخواني علمنا دور الورثة دور الورثة في إحياء وتسبب في أجر ميتهم أو التسبب في إثم ميتهم الورثة إذا كان ميتهم والله عنده كتب علم نشروها عنه نشروها بعده وزعوها قالوا خرص هذه من مقتنياته أو من تأليفه أو من تسجيله أو من عمله وزعوها الورثة لهم دور في الحديث أن هذا الحديث يمشي على أبيهم يتحقق الحديث لأبيهم وقد يكون عنده مثلا شر الآن والعياذ بالله كثر ما يسمى بالفنانين واواوا مندد طيب هؤلاء الواجب على ورثتهم ممكن ترى يكون حفظ حقوق الطبع والنسخ والنشر أحيانا من أشياء اللي يقولوا ممنوع ما نسمحه أي واحد ينشر لأبينا شيئا سنحاسبه قانونيا ليش ما هو لكي يكسبوا منها هم لا يطبعونها ولكن يلاحقون من يطبعها حتى لا يزداد أبوهم إثمان حتى لا يزداد إثمان هذا الحديث يعلمنا خطورة الإفتاء بغير علم لأنك ممكن تفتي فتوى بغير علم وتنتشر إلى ألف واحد والنتيجة وهذا الحديث يبينيين لنا قضية التوبة إلى الله من كل منشورات سابقة وأعمال نشرت ووزعت ودلالات في الحرام حصلت ومحاولة يعني أنك تلحق ما يمكن استدراكه إذن هذه أيها الإخوة يعني هذا الحديث أيضا يعلمنا نحن المسلمين من باب الأخوة أن نتم جهود الأموات الخيرية وحتى لو كانوا أحياء بس ما عندهم قدرة يوصلوا علمهم أنت تعمل لهم شيء وصل علمهم تعمل لهم فريق برمجة ينشر تطبيقات هؤلاء العلماء العلماء هؤلاء ما عندهم فكرة عن البرمجة قد يكون بعضهم ما يعرف شيء فيه تطبيقه هو يعرف يسوي تطبيق جوال إذا كان هو عالم يعني في الكتب مثلا ما يمكن طيب من الذي ينشر علمه لابد يكون فيه مؤسسات تقنية وأشناس من المسلمين أوقاف تقوم بهذا أنت الآن لما تنشره علمه ما تتسبب أنه كل اللي تعلموا من علمه أنت تؤجر عليه لما تنشر كتبه مثلا يعني تكميل مشاريع الغير الخيرية يجي وعي يقول لا لا تعطيني مسجد نص طيب ليه يا أخي خرص هو بنى بنى نصفه ما تكمل أنت تتكمل هذا ما لك أجر على التكملة هذه ففي بعض الناس يقول لا بس أنا أنا بس أبغى البداية والنهاية عندي أنا ليه كمل شغل غيرك كمل شغل غيرك طيب ما علاقة حديث جابر لما تزوج ثيب بهذا الموضوع لأن عنده أخوات يعني بنات يعني بنات بنات أبيه أبو خلف بنات فهو يبغى يكمل مشوار الأب هذا حديث حديث جابر هذا يعلمنا كيف الواحد يعني يكون بحسنات الغير يصونها قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك لي تسع أخوات بعض الإخوان الذكور يمكن ما يعني شوفها من زاوية انظر إليها من زاوية أنك أنت الآن تحافظ على عمل غيرك هذا البنات هؤلاء من إنتاج أبيك وأنت إذا أردت أن تصون إنتاج أبيك تحافظ على أخواتك وجابر ضح بالزواج بالبكر مع أنه هوى النفس أكثر فيها من أجل يقول كريت أن آتي بجارية مثلهن وخشيت أن تدخل بيني وبينهن ولا تؤدبهن ولا تقوم عليهم فتزوجت ثيبا لتقوم عليهم قال أصبت وطوبى لمن مات وحسناته مستمرة وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه لأنه في ناس يموتون ولا تموت ذنوبهم ويستمر عليه العذاب في القبر الله أعلم ويوم القيامة ولذلك إذا مات صاحب المعصية والمنكر أتلف ما عنده فورا من أجل هذا الحديث حتى لا تترك ضررا عليه ففي إطلافات وإحراقات لا بد أن تكون من لطائف أن بعض العلماء كملوا كتب بعض يعني مثلا لما نقول تفسير الجلالين ليش اسمه تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي طيب من الذي بدأ وصل إلى سورة الإسراء طيب ثم جاء من أكمل كتابه من بعده كذلك المجموع النووي كذلك كذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله وإنني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشايخ الموجودين والمفقودين بعضها من أعوام لا تقل عن خمسة وأربعين سنة كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة فإذن دعوتك وإرشادك إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وفي علماء مغمورين لكن علمهم موجود في علماء مشهورين وصل إليهم بالتسلسل أي عالم من علماء الكبار اللي تراهم اعرف أنه في أنفاس من علماء من سلاسل علماء ما نعرف أسمائهم وصلت واجتمعت ووضعت في نفس هذا الإنسان في كتب أخذت عن كتب والكتب الأولى مجهولة ما يضر إن كنا لا نعلمهم فالله يعلمهم وكذلك كان هناك من النساء من تعمل أيضاً في نشر العلم وعلم غيرها وعلم غيرها من الذكور الإناث أيضاً وتصدير العلوم سنة يعطيها الله عز وجل من يشاء كان أبو حمدون الذهلي المقرئ من خيار الزهاد المشتهرين بالقرآن يقصد المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ الناس فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى قوم آخرين في من المشايخ من كان يطوف في القرى والهجر والأماكن التي ما يأتيها دعاة في العادة في أماكن جهة الهواء الأهواء يعني أن تجي تعال على التلفزيون تعال على قرية وهجرة وهذه قد تكون حاجة فيها أشد وكذلك تصدير الأخلاق في ناس تركوا جاء إلى مكان ترك فيه مصاحف من البشر في البشر أحاديث في البشر فتاوى وعلم فقه في البشر وفي علماء تركوا أخلاق قال رجل من أهل منبج قدم علينا الحكم بن المطلب المخزومي للرباط وهو مملق إيش يعني مملق مملق الدليل من القرآن خشية إملاق قدم علينا الحكم بالمطلب المخزومي وهو مملق لا شيء معه وفقراؤنا كثير فأغنانا كلنا فقالوا كيف ذلك ما معه شيء كيف أغناكم كلكم قال علمنا مكارم الأخلاق فعاد غنينا على فقيرنا فاغتنينا كلنا شوف ما عنده فلوس لكن علمهم الصدقة وحثهم والكرم علمهم الإحسان إلى الخلق علمهم الجود فماذا حصل يقول أغنانا كلنا خلص عملوا بكلامه والغني عاد على الفقير وجاد على المسكين فكلهم تحسنة أحوالهم أغنانا كلنا تصدير الكتب والمصنفات أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع إلى الأندلس الغازي بن قيس رحمه الله وستجد أول من أدخل كذا إلى كذا البلد الفلاني أول من أدخل ونشأ وهذا أول من في مصر وهذا أول من أدخل اللغة والنحو في المكان الفلاني وستجد أيضا أولويات في الطب وستجد أولويات في الهندسة وفي البناء وأشياء انتفع بها الناس أشياء في طب العيون ستجد أوقاف استمرت كثيرة حتى لقد أنشأت أوقاف لتزويج الفقيرات وأوقاف لتعريس المكفوفين تعريس المكفوفين والحديث عموما يا إخوان علمنا يأصل فينا قضية القدوة أنك أنت الآن ما هو يشترض أنك تكون تعرف أنه أنت تقصد إرسال شيء لينتشر أو نشر شيء لأنك ممكن تكون قدوة وهذه قضية مهمة جدا جدا إذا الواحد صار قدوة ممكن يؤخذ عن أشياء هو ما يحس أريس كذلك؟ الواحد صار قدوة ممكن يؤخذ عن أشياء هو لا يشعر أشياء وهو لا يشعر وتعلم وتتعلم ناس يأخذون فما أعظم ذلك ما أعظم ذلك بعضهم يبتكر مثلا أجهزة تغلق المنكرات بعضهم ابتكر عبارات توضع على بطاقات العرس أيضا فيها إرشاء أفراحنا بلا موسيقى أنت الآن تجد ترى بعض الخير الذي انتشر كاني أصلى عبارة عبارة جملة جملة كلمتين ثلاثة واحد ابتكرها ونشرها ومشيت ومشيت يعني بين الناس على مشاريع أحيانا واحد يسنسنة حسنة في العائلة كيف؟ كلهم صالات أفراح ومغالاة في المهوم ومغالاة فراح وهو مقتدر وغني وسو حفل عائلي سو العرس عائلي يعني دع ناس ما هو أنهم لكن ما أسرف هذا ما سنسنة حسنة ما ليس من السنة الحسنة الواحد أحيانا يعمل على مستوى العائلة مبادرة في تيسير زواد شاب في تخفيف نفقة عرس المبادرات هذه هي الصناديق الخيرية في العوائل وعندما تصير قضية منافسة في الخير وعندما نلتفت إلى إتمام المشاريع المتعثرة وهذه مسألة مهمة إتمام المشاريع المتعثرة الخيرية فإن هناك خيرا عظيما سينتشر فكرة مصليات فكرة أحيانا مكتبات أشياء خيرية والأمة الآن تعاني وتحتاج الآن الأمة كلما تدخل في في أنواع من الفتن والحروب والمآسي والمصائب تحتاج الآن الأمة أكثر فأكثر أكثر فأكثر بينما مسائل الشر كيف يكون فيها الوزر الشاطم رحمه الله لفت النظر إلى شيء متعلق بالحديث قد لا يتفطن له قال ترويج الدرهم الزائف ظلم إذ به يستضر المعامل إن لم يعرف وإن عرف فيروجه على غيره وكذلك الثاني على الثالث ولا يزال يتردد في أيديهم ويعم الضرر والفسد يعني لو في ورقة نقدية مزورة تصور كم ستتداولها من الأيدي فإذا واحد عرف إنه مزورة وقال اخرصوا منها رحط البقالة والبقالة تروح لواحد ثاني وثالث الرابع فله وزرها وزرها يعني كل واحد يقول الشاطبي كل واحد عرف إنه مزيف رح وزعها على غيره وهذاك وعلى غيره شف كم الضرر الذي سيحصل كم الضرر الذي سيحصل من نقود مزيفة طبعاً ترويج الإشاعات باب وزر عظيم ترويج البدع باب وزر عظيم الأحياني الأزياء ترويج أزياء باب وزر عظيم وأحياناً بالعكس تفتح باب خير في الأزياء والملابس المحتشمة الساترة هذا شوف هذا مثال جيد من سنة في الإسلام سنة حسنة يجي الواقع مثلاً يكون السوق كله مليان ملابس متهتكة ما فيه فيجي واحد يحس بالحديث فيروح يحيي تاجر ألبسة يحيي إيش سنة الحشمة فيستورد ويشترط على مصنع في الصين كوريا يصنع له ملابس محتشمة ويروجها هذا اسمه أحيى سنة ولا لا كم من الأجر يكون لهم كل ما اشتروا الناس وتابعوا الناس قالوا يا الله من زمان نحن ندور على الملابس بس مع الأسف لأن هناك متساهلون وهناك فكيف يكون يعني الوضع هذا ولذلك يعني أبواب الأجر في الحقيقة التي تنتج من هذا الحديث غير محصورة غير محصورة ومما يساعدنا على الموضوع أنه نتأمل في سير الناس الذين يعني كانوا قدوات في هذا الحديث عمر بن خطاب عثمان بن عفان مثلاً كان في ايش في المصاحف عثمان بن عفان سنة سنة في المصاحف لا يعلم بأجره عليها إلا الله عز وجل لما جمع عثمان الناس على المصحف الإمام ونسخوا إلى أمصار الإسلام الرئيسية هذا المعمل حفظ الله به كتابة عمر بن عبد العزيز أول من دون السنة مالك البخاري ومسلم أول من جمعوا في الصحيح أول من دون العلم الشام الأوزاعي النظر بن شميل أول من أظهر السنة بمرو وخراسان أول من وضع الإعراب أبو الأسود الدؤلي لحفظ لسان العربية الذي جاء به الكتابة السنة أبو الأسود الدؤلي كذلك في شخصيات في المقابل فتحت أبواب وزر عظيم على البشرية مثل بولوس الذي غير المسيحية إلى النصرانية هذه وأدخل الشرك في دين أتباع عيسى عليه السلام من بعد وأول من غير الحنيفية وبحر البحيرة وسيّب السوائب من هو في جزيرة العرب عمر بن لحي الخزاعي أول من غير دين إبراهيم كان العرب على دين إبراهيم عليه السلام على التوحيد على الحنيفية أول من جلب الأصنام من خارج الجزيرة لما راح إلى الشام وجاء قدم مآب مدينة في الأردن وبها يومئذ العماليق يعبدون الأصنام فأعجبتهم إيش؟ قالوا نستمطروا بها عطوني صنم أسير به إلى أرض العرب فأعطوه غبل فقدم به مكة ونصبه وأمر الناس أن يعبدوه ولذلك عذابه في النار شديد رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار وكان أول من سيّب السوائب التي كانوا يسيّبون لآلهتهم لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء أول من أظهر الرفض والطعن في السنف عبد الله بن سبأ أظهر الغلوف في علي رضي الله عنه أول من اخترع وابتدع المولد العبيديون وأول 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 شيوعي ماركس وأول المذاهب المنحطة هذه على كل واحد منها باب يدعو على كل واحد منها قائد يدعو إلى جهنم ليش يعني قوم لوط وزرهم كيف إيش تتصور يعني وزر قوم لوط أول من أدخل الفاحشة على البشرية ابن آدم الأول أول من سن القتل فيه الآن مخرجون سينمائيون وفيه أشياء أول من ابتكر مسابقة ملكة جمال مثلا كم عليه من الوزر وينبغي أن تكون الحسنات في باب السيئات لتنحوها فإذا كان مثلا يعني مشتغلا بالغناء اشتغل بالقرآن إذا كان بالفاحشة تزوج وعف نفسه وهكذا لا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة لا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة وهذه من فوائد الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم الحي القيوم التواب الرحيم الودود الغفور نسأله عز وجل بأسمائه الحسنة أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليقا للشر وأن يجعلنا ممن سنوا السنن الحسنة ونسأله سبحانه نرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن لا يجعلنا من المعينين على الإثم والعدوان إنه سميع مجيب قريب والحمد لله رب العالمين